أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع توجيه من توجيهات الحبيب صلى الله عليه وسلم والتي من خلالها يكون الإنسان من المفلحين ومن خلالها ينجو الإنسان ومن خلالها يكون الإنسان من الفائزين يوم لقاء أحكم الحاكمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن من هذا التوجيه النبوي الشريف يوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي على الإنسان أن يلتزمه وما على الإنسان أن يكون محافظا عليه إن على الإنسان أن يكون دائما وأبدا محافظا على طاعة الله سبحانه وتعالى يكون من الطائعين يكون من المتقين غير أن الإنسان بطبيعته لا بد أن يقع في خطأ ما أي أن كانت درجة هذا الخطأ لأن الإنسان ليس معصوما فقد يقع في خطأ ما هنا يأتي فضل الله سبحانه وتعالى وتأتي بركته ويأتي عونه فيجعل الله عز وجل للإنسان أسبابا بها يزول هذا الخطأ وبها يعفى عن الإنسان وبها يتجاوز الله سبحانه وتعالى عما أسلف الإنسان وعما قدم فإذا أخطأ الإنسان خطأ ما صغيرا كان أو كبيرا ما الذي عليه أن يفعله؟ إن الذي عليه أن يفعله هو ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها السيئة إذا فعلها الإنسان أو الذنب إذا فعله الإنسان لا يمحى إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالتوبة والأعمال الصالحة إن التوبة والأعمال الصالحة من شأنهما أنهما يزيل الذنب الذي ارتكبه الإنسان الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان يبين لنا أن هناك جملة من الكبائر جملة من المعاصي والذنوب العظام ومع ذلك إذا فعلها الإنسان سيحاسب على ذلك ويعاقب لكنه إذا تاب منها ورجع إلى الله سبحانه وتعالى والتزم الأعمال الصالحة وأكثر من الحسنات فإن هذه الأعمال وهذه الحسنات تمحوا تلك السيئات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ما الذي سيحدث؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات جاءه رجل وقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه عليه يعني فعل شيئا من الأشياء التي تستحق العقاب ثم يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتركه يكرر الرجل السؤال مرة ثانية يتركه النبي صلى الله عليه وسلم ثم مرة ثالثة إلى أن حان وقت الصلاة فأذن المؤذن ذهب هذا الرجل فتوضأ وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد الصلاة قال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما توضأت وضوءنا؟ أما صليت معنا؟ قال بلى يا رسول الله توضأت هذا الوضوء وصليت معكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قد غفر لك هذه المغفرة وهذا التجاوز إنما يكون بعد اعتراف الإنسان بخطأه ثم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ثم الأعمال الصالحة إذا التزمت هذا المنهج كنت من الفائزين كنت من المفلحين إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما في موقف آخر يأتي أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله فعلت كذا وكذا من الأشياء التي نهى عنها الله سبحانه وتعالى قد تكون من الصغائر وقد تكون من الكبائر يا رسول الله فعلت كذا وكذا فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ثم ماذا؟ في أواخر سورة هود ثم ماذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين أيها المشاهد الكريم إن رحمة الله واسعة وإن فضله عظيم إذا أخطأت خطأا فتب إلى الله سبحانه وتعالى إذا فعلت شيئا ما أيًا كانت درجته فعد إلى ربك وافعل الطاعات وداوم على الأعمال الصالحة التي من خلالها يعطيك الله سبحانه وتعالى حسنات كثيرة بها يتجاوز الله سبحانه وتعالى عما فعلت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا أن يجعلنا من التوابين إنه سبحانه وتعالى بعباده غفور رحيم إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته